مرحبا بحضركم مرة تانية في صباح الخير يا مصر هنا القاهرة عبارة شهيرة انطلقت عبر أثير الإذاعة ومر عليها بنتكلم النهاردة في 89 عام وإحنا بنحتفل النهاردة بعيد الإعلاميين بيسعدنا يكون معنا واحد من أبرز الإذاعيين من رواد العمل الإذاعي وأصحاب البصمة في تاريخ الإذاعة المصرية لتولى فيها العديد من الإذاعات من صوت العرب للبرنامج العام وصولا لرئاسته للإذاعة المصرية منورنا النهاردة الإذاعي والإعلامي الكبير الأستاذ عبد الرحمن الرشاد صباح الخير يا أستاذ عبد الرحمن صباح النور كل سنة وانت طيب وحقيق طيب يا ربه بصحة وسلامة ودائما كده يعني حضرتك عطاء ومبدع في العمل الإذاعي وأنا خصيت لفظ الإذاعي لأننا عارف لو هو الوفد المقرر أنت هو الواحد بالتلفزيون يقولي الإذاعي ذعج دي حكاية لطيفة أوي على فكرة ذعج دي أطلقها علي الكاتب الكبير أحمد حسنين هيكل وكنا في إفطار 2006 في رمضان وكان يعني صديقنا العزيز الأستاذ عادل حمودة بيقدم برنامج عندي في البرنامج العام اسمه عادل حمودة لا يتحدث في السياسة طبعا عادل حمودة ما قدرش ما تكلمش في السياسة فالأستاذ هيكل وهو في السيارة سمع عادل حمودة فقال له عادل انت بتقدم برنامج في الإذاعة فالأستاذ عادل قال له آه فخلاص الأستاذ هيكل لم يعقب كنا بنفطر في رمضان وكان الحقيقة هذا الإفطار كان فيه قامات أستاذ هيكل دكتور كمال أبو المجد السيدة نعم الباز سلام أحمد سلامة فنعم الباز سميا صادق رئيسة الوزيون آه فخدتني من ايدي وقالت لي تعالى لمعرفك على الأستاذ هيكل فالأستاذ هيكل قال لي انت أغريت عادل حمودة بتقديم برنامج عندك في البرنامج العام انت فعلا إذاعجي فكلهم قالوا خلاص باقي انت خدت اللقب على زي جورنالجي يعني فاعتديت قوي بالله وأخونا خالد حنفي رئيس تحرير المجال الإذاع والتلفزيون أمن على كده وكان دايما يقول لي ايه انت أصلك إذاعجي والحقيقة أنا إذاعجي لأنه لم أسعى للعمل خارج الإذاع خالص يعني كثير من الزملاء من الإذاعيين كان الواحد منهم الإذاع بالنسبة له مرحلة ثم ينتقل بعد ذلك إلى التلفزيون صحيح زي محمد سالم اللي قال أول من قال مرمت القاهرة ذهب إلى السينما بعد ذلك وصار نجما ومخرجا كبير صحيح أنا يعني ظللت على عشقي لهذا المسميه لهذه الحقيبة المملوئة بالكلام الإذاع بالنسبة إلي حقيبة مملوئة بالكلام وبالفكر وبالوجدان وبالأحاسيس وبالمشاعر فظلت على عشق لها واعتديت بكلمة الإذاعجي وحتى في رمضان اللي فات كنت بقدم لمحة كده تلت دقايق اسمها الإذاعجي فناس كتير قوي يقابلوني أصدقاء أعزاء إيه حكاية الإذاعجي دي؟ طب ما تقولي الإذاعي؟ قلت لهم لا هي الإذاعجي هو الأستاذ قال الإذاعجي طبعا دكتور عبد الرحمن يعني عاوز أعرف من حضرتك إيه الحكاية؟ إيه اللي دخلك الإذاعة من البداية؟ يعني حريك خريج اقتصاد والمسياسية ثم عملت في مجال التعليم لفترة وبعدها الصحافة وصولا للإذاعة عاوزنا نعرف بقى كل المراحل دي على فكرة هي اللي دفعت بيها للإذاعة لك أن تتخيل مراحل تمهيدية آه يعني عندما كنت في الرابعة الابتدائية أدور على مايكروفون الإذاعة المدرسية أذهب إلى المدرسة الإعدادية أدور على البالكونة اللي فيها مايكروفون الإذاعة اللي بتطل على طبور المدرسة عشان أقول كلمة الصباح في المدرسة الثانوية نفس الحكاية جماعة الإذاعة المدرسية زعلت أوي لما رحت كلية الاقتصاد ولم أجد إذاعة فاخترعنا في كلية الاقتصاد أنا وممدوح عبدالعليم الله أرحمه الجماعة الثقافية الفنية وكان رائد هذه الجماعة وهذه الأسرة الدكتور علي الدين هلال وبعد حرب تلاتة وسبعين بدأنا ننظم ندوات عن الشخصية المصرية من الناحية الفنية فاستدعينا شيخ الزجالين فمين حاضر الندوة الدكتور بطرس غاي الكبير قال لي أنت ستذهب إلى الإعلام أنا شايف فيك مذيع مذيع إيه يا دكتور بطرس أنت بتدرس للطلبة عشان يبقوا دبلوماسيين قال لي أنت تجد للإذعال لغتك العربية اللي تعلمتها في الكتاب حفظك للقرآن الكريم بلغتك في التقديم في الندوات وكان ضيوفنا ناس يعني كبار من كبار المفكرين زي الدكتور زاكي نجيب محمود السيد ياسين دكتور بطرس نفسه يعني كنا بنعمل الندوات ف ممدوح عبد العليم قال لي أنا هكمل في مجال التمثيل وانت تروح للإذع وذهبت لخدمة القوات المسلحة وبدأ الحلم يكبر يكبر بإعلان بسيط في الصحف أنه الإذاعة المصرية تحتاج إلى مذيع محرر مترجم وشبكة صوت العربية التي كانت تحتاج إلى هذا النوع من المواصفات فامتحنت وكان معايا الحياة مجموعة من الزمل كلهم يعني صاروا نجوما بعد ذلك يعني كان معايا جمال الشعر الموزيع لم يكن أمرا هينا في هذا التوقيت احنا تقدمنا حوالي 15 ألف نجح في المسابقة 13 موزيع وحوالي 25 مقدم برامج وكان منهم الزميلة حنان منصور قرية الأخبار وكان منهم جمال الشاعر وحافظ المرازي ورجب حسن ويعني وعددون لأنني أنا ليه شرف لأنني عملت مع كل أو عملته مع كل الأسماء اللي حاجة ذكرتها ولأن النهاردة شرف أكبر لأنني أحاور يعني الإزعكي الإزعكي الأستاذ أنا بس عايز أقولك على أنت قلت إزاي يعني الصعوبة في الامتحال اللجنة المكونة من برئاسة عاطف البدري ومكونة من مين من أمين بسيوني وصبر سلامة وزينب الحكيم ومحمد سناء والدكتور كمال بشر ورئيس خطاع الهندسة السابق عشان خامت الصوت أسمع لوحدها تخض تخض تمام لكن ما تخضناش الحمد لله وحققنا الحلم والعمل الإعلامي سواء كان إذاعة أو تلفزيون أو صحافة لابد أن يختلط فيه الحلم والأمل والجهد صح جهد بدني جهد عصبي جهد وجداني جهد تحصيل سميه ما تشاء والقدرة أيضا على الصبر والتعلم يعني عمل شاق سواء عبد الرحمن يعني أنا دايما برى أن العمل الإذاعي هو العمل الأصعب في العمل الإعلامي بشكل العام أصعب من التلفزيون لأن العمل الإذاعي أنت تعتمد على شيء واحد فقط وهو نبرة الصوت التي من خلالها تصل الرسالة إلى المتابع والمستمع كان الفنان محمود مورسي له يعني تعبير شهير يقول لك بمثل في الإذاعة فقط بصوتي الصوت في العمل الإذاعي ينقل كل ما في الجسد صحيح الصوت جماعة جماعة للإحساس وللجهد البدني وللنبض وللشعور فالصوت هو مرادف للعمل الإذاعي وينقل كل ما بداخلك من ثقافة ومن سلوك ومن قيم ومن شوف فالعمل الإذاعي هو عمل الصوت التلفزيون طبعا وإنت راجل بتعمل بالتلفزيون التلفزيون لديه أسلحة جديدة مهارات عديدة الصورة والدكور والهندام وسائل مساعدة طبعا لو هنتكلم على البرنامج الأحب لقلبك خلال مسيرة عملك هي مسيرة مضيئة يعني تسطر بأحرف من نور كما يقال شكرا في الحقيقة أبدعت وتألقت في هذه المسيرة إيه أكتر البرامج الأحب لقلبك في هذه المسيرة هو الحقيقة في مسيرة طويلة يعني إحنا كمان نقدر نقول قصائد والحان قصائد والحان لكن أنت في مسيرتك كمذيع أخبار ويمكن عندما تصديف أي مذيع من البرنامج العام بدأ في القراءة الأخبار والتنفيذ على الهواء لازم يمر بفترات كده بالتدريج يعني يبدأ بمثلا ببرنامج لطيف أو اسم نقدم هذا المساء كنا بنستعرض في برامج السهرة والمساء في البرنامج العام ثم تنتقل بعد ذلك لما يعني يرأوك بعد قراءة الأخبار فيقولولك مثلا اعمل برنامج أوائل الطلبة أنا شرفت بإني قدمت برامج الطلبة بعد الزميل حازم طاها لسنوات يعني بالمناسبة أستاذ حازم طاها يعني موجود معانا فسما الحقيقة جاءت نقلة باختيار من شعر الكبير فاروق شوشة لما كان وقتها رئيس المسامج العام بتقديمي لبرنامج قصائد والحان وأنا فاكر أن الأساس فاروق قال لنا وقتها المكتبة الإذاعية تضم أكثر من ألفي قصيدة مغنى من مختلف عصور الشعر العربي انزل للمكتبة فتش عن هذه القصائد ابحث عن الشعراء من خلال الاطلاع استضيف النقاد وأنا عايزك تقدم للمستمع الوجبة الشعرية المغنى مشروحة في قصائد والحان وكنت بقدمه على الهواء بمشاركة زميلة لدرجة أنه أستاذ محمد عبدالوهاب لما سمع حلقة من حلقات البرنامج سأل له استاذ فاروق قال له مين الموزيع المجنون اللي بيعمل قصائد ومش خايف يغلط في العروض واللي في أوزان قد أصل حقيق نفس السؤال يعني ده أمر أمر صعب أمر مش حين خالص وعلى الهواء قصيدة وعلى الهواء مماشر فالأمساس فاروق يعني كعادته هاشا باشا وضحوكا وبارسما جاء لي عبدالوهاب سألني على مين الموزيع قال فقلت له عبدالرحمن رشاد اللي بيقدم البرنامج فقصائد والحن برنامج بقدر صعوبته بقدر المتعة فيه إنك بتسافر إلى مختلف عصور الشعر العربي بتبحث عن سبب كتابة القصيدة بتبحث عن الملحن وكان دايما من كنت بسميه زبنة دائم في الاستماع الموسيقر سيد مكاوي الله رحمه كان بيحب يسمع يسمع بالليل آه عجبات آه ويطلبني يقول لي يا حبيبي قدم لي قصيدة بالتليفون رغم كان صعوبة وقتها كان صعوبة التليفونات لأنني ما كانش في التليفونات مباشرة على الاستوديو فبعد كده جات مرحلة الحقيقة من مراحل البرامج مرحلة ما بعد عام 94 كانت الإذاعة بدأت تقدم وتهتم بالفترات المفتوحة على الهواء استضافة الضيوف على الهواء والحقيقة بدأت هذه المرحلة بتولي الأستاذ عمر بطيشة البرنامج العام والسيدة سنق منصور الشرق الأوسط فكان فيه تنافس جميل بين المحطتين في تقديم البس المباشر وفترات الهواء غير ملتزمين ببرامج مسجلة فيعني الحقيقة وجدت تشجيع من الأستاذ عمر وقتها أنه يعني يكون لي شرف المشاركة بنصيب وافر في تقديم هذه الفترات المفتوحة قمة تقديم الفترات المفتوحة كان فيه رمضان وعازم ولا معزوم طبعا عازم ولا معزوم فكرة الحقيقة بدعها أستاذ عمر في عشر دقائق ثم طورها إلى ساعة وربع على الهواء ثم شرفت برم مشاركة في تقديمها ثم عندما يعني الأستاذ عمر زادت مسؤولياتي فرح رئيس الإذاعة فابتديت حك توليت إذاعة البرنامج العديد توليت وعملت أول توكشو إذاعي آه توليت عازم ولا معزوم وكان عازم ولا معزوم هقولك على سر أنه كان الوزراء يحجزوا عشان يستضافوا في هذا البرنامج الوزراء في ذلك العهد كان الأول حلقة وزير الأوآف ثم تتوالى الحلقات كان يمكن حلقة التالتة رئيس الجمهورية يحوار على الهواء معه وكان بقية الشهر الوزراء يتسبقوا للظهور في عازم ولا معزوم وبدأنا تقديم التوكشو الإذاعي اللي أنت قلت عليه اللي هو هنا القاهرة تكشو إذاعي لدرجة أنه كان أول مرة كاتب كصلاح عيسى يظهر على الهواء في التوكشو هنا القاهرة ورفعة السعيد والبابا شنودة وكان ده تكشو تكتب عنه أحد الكتاب الأكاديميين الأسازة الجمعين قال ده أول تكشو إذاعي عربي فظل هذا البرنامج هنا القاهرة حتى أنا تركت بعد كده البرنامج العام وذهبت في فترة وصيارة نائب رئيس الإذاعة ثم رحت صوت العرب صوت العرب الحقيقة رحت بناء على يعني قرار من رئيس اتحاد لزعو تلفزون وقتها لأن كنت بشغل منصب رئيس اللجنة الدائمة للإذاعة في اتحاد الزعاد دول العربية فنسيت أقولك حاجة مهمة جدا عشان أقول إن احنا يا إعلمين مصائرنا بتحكمنا بعد ما امتحنا في الموزعين واختار الأستاذ محمد سناء مجموعة من الموزعين منهم حافظ المرازي وعاد الماهر وسيد محمود خدهم لسوط العرب فأنا لقيت نفسي مش عارف رحت أي محط فذهبت مغاضبا كما يقولون إلى محمد سناء عشان أقول له أنت ما خدتنيش ليه صوت العرب فقال لي يا ابني صبري سلامة أخذك البرنامج العام فمرت الأيام وأنا كنت نفسي في صوت العرب أذهب إلى صوت العرب رئيسا عام 2010 تخيل فكلمني الأستاذ محمد سناء رحمه الله قال لي تحقق حلمك طلبت عهنه لتاه طلبت له فذهبت إلى صوت العرب عملنا الحياة برنامج مازال مستمر بالعربي برضو توكشو وإحنا بنحتفل بعيد الإذاعة المصرية الذكرى رقم 89 تحديدا اللي أصبحت عيد لكل الأهلين وفي الحقيقة يعني أثير الإذاعة هو يعني أثير لا ينضب أبدا من الكفاءات من الإبداع لكن هناك بعض المواقف دائما ما تكون مواقف صعبة وعالقة في الأذهان طوال العمر إيه أصعب موقف تعرضت لي خلال هذه المسيرة لا مواقف عديدة بس أول موقف لم أكن يعني كنت مجرد رقم في المذعين في الهواء هو موقف إطلاق النار في 6 أكتوبر 81 على على الرئيس الشهيد أنور السلطات كنت في الستوديو في فترة عمل الضحى مع زميلة ويعني أنا يعني إحنا بنستمع إلى النقل الاحتفال والاستعراض العسكري فلما أطلق الرصاص الحقيقة وكانت صوت الرصاص واضح وصبت تقريبا بحالة أو شيء بحالة إغماء ده موقف ووقعت من على من على الدسك موقف لكن بعد كده الزملاء قالوا لي لا يجب أن تتمتع بالثبات بالثبات الانفعالي صحيح أنت ممكن تتعرض لموقف آخر كان في مظاهرات ما يسمى بمظاهرات الأمن المركزي كنت قادم حالة الشهير كنت قادم مع مجموعة أوائل الطلبة من الصعيد ونزلنا من القطار في محطة الجيزة ففجئنا بفلول من الجنود وحالة هرج ومرج فكان كل همي المحافظة على كان معنا طبعا الزملاء في الهندسة الإزاعية وأجهزة ومعدات وأشريطة كان الهم كله أننا ما نتعرض لحالة حد يعتدي أو يخطف حاجة أو سريعا لو هنتكلم لضيق الوقت معظلة وحيك يعني عارف أهمية الهوى والانضباط في المواقع لكن لو هتكلم على موقف طريف حصل لحضرتك لأننا أعرف الموقف بتبقى كتير أوي خصوصا لموقف الطريفة دي موقف طريفة يعني مرة أنت بتقول السيدة هالة الحديدي كانت أنا بسميها يعني ضابطة التدريب في اللي زعل كنت شغال ضحى وبعدين في الحزب الليبرالي الحزب الليبرالي الياباني وأنا بقرأ الموجز شوف أنت لما المزيع كان دايما حتى زاملتنا يناس جارتون المزيع اللي ملوقش مش مزيع يعني لازم تلوق عشان تبقى مزيع فالحزب الليب الليب وعلقت كلمة الليب دي لمدة يمكن خمسة وعشين ثانية ومين واقف قدامي في الستوديو السيدة هالة الحديدي كانت ساعتها وضع أنا طبعا مريت في التدريب على تدربت شوي على يديها وهي إيه هي بصالي وهي عايزة تضحك وأنا عايزة تضحك إيه اللي علق الكلمة الليب يعني عايزة أقولك أنه أحيانا المزيع كده لسانية يفق التركيز ويروح لحتة تانية صحيح وأنا الحزب الليب وقال الليب دي لمدة عشرين سانية وفي الآخر قلت الليبرالي قالت أنت يعني موقف مثلا حضرت أخبار خفيفة في الاستراحة المقابلة للستوديو وكتبت الأخبار وهدخل على الاستوديو أقولها واختفى النص الجماعة أنا كاتب أخبار خفيفة أنا نقلها من الجرائد والمجلات ومحضرها عشان أقرأ قدم البرنامج وتسعة لربع الساعة جت مش لقى الأخبار وإذا بي أكتشف عندنا حطيت النص في جيب الجوة وقاعد بعد مرور عشرين ثانية تقريبا وطلع التتر لا وعشرين ثانية في العمل الإذاعي بمثابة عشرين ساعة يعني لك أن تتخيل أخبار وأخبار خفيفة وإيه وأخبار أخبار يعني أنت عارف إحنا في البرنامج العام كان دايما يقول لك دقة الخبر وإلا دقة الخبر تحريرا وأداء دقة الخبر وجودة الموزيع يعني أهم ما يميز مع ما رقول تحريرا وأداء يعني ده أهم ما يميز عمل الإذاعي تحريرا الحمد لله ولا ينكر أحد الحمد لله يعني صاحب بصمة وأدمت كافة أنواع قوالب العمل شوف الإذاعي كل الفضل يعود لله سبحانه وتعالى ثم أننا تعلمنا جيدا على يد أساتذة صحيح أساتذة الحياة بالنسبة لهم العمل الإعلامي عمل كان حياة ورسالة وأنا دايما بقول حتى للزملاء اللي بيبدأوا حياتهم الإذاعي والهم اعملوا على أنفسكم اشتغلوا على نفسكم اتعلموا من الأساتذة وكنا دايما نقول من علمني حرفا صرت له صديقا وتلميزا وحضرتك يعني أستاذ وصديق نعتاز به ونتشرف به دائما لأن حياتك علمتنا يعني الكثير بنشكر حضرتك الإذاعجي الكبير الأستاذ عبد الرحمن الرشاد شكرا لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر وكل سنة وحضرتك طيب وكل يعني أعلاميين مصر وكل مشاهدي الإعلام ومستمع الإعلام المصري بخير ودائما أرجو وأدعو الله أن يظل الإعلام المصري اللي هو إعلام مصر في المقدمة كما تظل المصر إن شاء الله هي القائدة وفي المقدمة إن شاء الله يا رب الله محمد